وضع حل للقضية الفلسطينية وتنحية جانبا دوامة العنف التي استمرت على مدى 70 عاما أن أتخذ خطوات وتدابير ملموسة هناك قدرة هناك آليات وهناك أدوات فاعلة يمكن أن نستخدمها لكي نفي بهذا الشرط ولكن هذا هو إعلان وليس تصير أو مسار ويجب أن يكون هناك التزام واضح لتطبيق ذلك والسياسات تأتي أقولها يجب علينا أن نضع حدا للوضع الراهن وهذا لن ينتهي إلا إذا ما كان هناك التزام من قبل أولئك القادرين لدينا جميعا دور يتعين أن نلعبه ونحن نعرف ثوابت هذا الدور وما لمحه وليجب أن هناك عراصر خارجية تؤثر على ما نقوم به إذا ما كنا جادين بشأن وضع حل لقضية الفلسطينية ووصولا إلى التكامل ووضع حد لدوامة العنف أما أثبت المفوضات فهذه طبعا قضايا حساسة هناك اقتراح على الطاولة وهذا منوط بالطرفين لكي يقبل من عدمه ولكن الهدف هو وقف للتاق النار وقف دائم لإطلاق النار وتصدي للحالة الإنسانية ومجددا تجنب وأعتقد أنه من الواضح أن هناك توافق في الآراء في الأسرة الدولية ترفض الحالة العسكري في رفحها بسبب ما سيتلو من كارثة إنسانية تتمخض عن مثل هذا التطور كهذا إذن نحن ويحدون الأمل ونركب مقترحة وأطرفان نحاول نحن أن نحثهما على أتخاذ قرارين معتدلين وصولا إلى قرارين نهائيين وهذا سوف يؤثر طبعا على الطرفين ويحدون الأمل أن يرتقي الجميع إلى مستوى المناسبة لنقر بأنه لا يمكننا أن نرى فقدانا للحيوات ولأن الوضع مروع للغاية ويمكن أن يزيد الطينة بل أكثر مما شهدناه منذ ستة أشهر لقد سمعنا من القوى الإقليمية تتحدث عن الدور التاريخي والدور الحالي الذي يمكن أن تلعبه القوى الخارجية للوصول إلى وقف الإداء النار والإفراج عن الرهائن وإلى حل نهائي شكرا جزيلا أريد كذلك أن أغتنم هذه الفرصة لشكر مملكة العربية السعودية ومنتدى الاقتصادي لأطاء الفرصة للتواجد هنا وللمشاركة في هذه الجلسة أنا آتي هنا بتواضع بالغ كشخص يأتي من خارج المنطقة لفهم هذه المنطقة المعقدة تماما من حيث الأحداث والتاريخ الطويل لقد تحدثنا عن دور القوى الخارجية والأطراف التي تأتي إلى ذهني الآن هي الصين والولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا عميقا في منطقة الشرق الأوسط بدءا بكم ديفيد وبعد ذلك تتالت الإدارات المختلفة التي بدأت عددا من الفعاليات والأحداث المختلفة بما في ذلك مؤتمر مادريند ولدينا إدارة بوش التي بدأت من خلالها عملية التفاوض وبعد ذلك اتفاق أوسلو وخطة العمل الشاملة المشتركة التي تم نسفها من قبل إدارة ترامب وكذلك اتفاق إبراهام إذن هناك تاريخ طويل من التفاعل الأمريكي مع منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للتفاعل الصين كان يركز على الجوانب الاقتصادية إذن الصين تعتبر الشريك التجاري الأكبر مع عدد كبير من الدول في المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية ليست الجهة المستثمرة المباشرة ليست هي الصين طبعاً بالنسبة للمملكة وإنما هي الولايات المتحدة الأمريكية الصين ينظر إليها على أنها قوة اقتصادية لكن هناك الكثير من الأمور التي قد تغيرت والكثير تبين له ولاحظ مشاركة الصين في الاتفاق الذي تم في 2023 بين كل من المملكة العربية السعودية وإيران وبالتالي لا بد أن نعرف أن هناك لاعب قوي جداً في هذه المنطقة وبالتالي إنه من الواضح تماماً ما بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم به من أجل وقف الأعمال العدائية على الأقل على المدى القصير وذلك من خلال وقف الدعم اللامشروط لإسرائيل وبالتالي إعطاء محفزات محدودة وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية لابد كذلك أن توقف مساعدتها العسكرية اللامشروطة لإسرائيل والتي تجري على الرغم من زيادة عدد الوفيات وكذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وعلى الرغم كذلك من قصف السفارة الإيرانية في سوريا كل هذه الأمور هي تقف عائقاً أمام الوصول إلى حل بالنسبة للصين لم تقم بإدانة هجوم حماس لم تدن حماس لكن قامت بتقديم ورقة موقف تقدمت بها في نوفمبر الماضي وذلك من أجل أن يكون هناك حماية للمدنيين وكذلك وقف إطلاق للنار شامل وكذلك ليكون هناك تشجيع من قبل مجلس الأمن ليؤثر على الأطراف المعنية لتقوم باللعب دور بناء في عملنا